محمد بالوافي وهو فلاح بمنطقة كتانا الاستثمار في قطاع القوارس مشروع هذا الفلاح وبعد سنوات من العمل دخل طور الانتاج وبدأ منتوجه من القوارس المختلفة الانواع يلقى رواجا كبيرا في الاسواق بفضل جودته العالية عندي اصدقاء من الوطن القبلي وقت اللي يزوروني على لسانهم يقولوا كان الكبر متاع الشجرة وكثرت الانتاج متاحها ومطعمها حتى في الوطن القبلي قليلة تعلمت اني كل عام نزيد حتى لين وصلت هذا المئة كتار معناها اشجار اكتشفنا بالتجربة ان القوارس تمشي بالقدار كاليتي دي سول احنا عنا اراضية اغلبية رملية تتماشى مع القوارس بصيفة غريبة عوامل عديدة ساعدت على نجاح هذا المشروع الذي وفر العديد من فرص التشغيل من بينها العناية المتواصلة بغراسات القوارس وغراسة الافضل منها جودة ومردودية عندي تقريبا خمستاش نحن اهلي جني البرتغان خمستاش وعندي العمل قارين ثلاثة والاربعة لانك عندي في المجموعة دل عشرين واحد يجمل البرتغان ويسففوه وينظموه ونبعثه للقابس نبعثه للصفاقس نبعثه للتونس النجاح الذي حققه هذا المشروع الفلاحي يؤكد حسب البعض ناجهة جابس يمكن ان تكون قطبا فلاحيا واعدا في غراسة وانتقائها